المملكة العربية السعودية خرج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة والرجل القوي ليس في المملكة فقط بل على مستوى العالم وهذا الرجل أصبح من صناع القرار والمؤثرين وتكلمت في بداية أنه أجرى حوار أو عندما يجري حوار أجرى قبل مع نيويورك طاي مزجراء مع بعض الصحف والقنوات الأمريكية كلما يجري حوار إلا ويصنع الجدل في كل أنحاء العالم وها هو خرج في حوار مع فوكس نيوز وصنع الحدث من أهم المواضيع وأتكلم في عدة مواضيع ويكشف لك السياسة المستقبلية اللي في العالم الآن إذا أردت أن تفهم العالم استمع إلى الأمير محمد بن سلمان واستمع إلى محمد بن زايد واستمع إلى رؤساء دول أخرى أوروبية واستمع إلى نتنياهو واستمع إلى الأمير تميم بن حمد الثاني واستمع إلى أردوغان هذن هم كي تسمع لهم تحس المجتمع الدولي والرأي محمد بن سلمان دار حوار مع فوكس نيوز وتحدث على واحد الأمر مهم هو التطبية اسمعوا أمير محمد بن سلمان كان واضح وبيّن وديبلوماسي إلى أبعد الحدود سؤلاء على قضية الإسرائيل تطبيع أكد على وجود مفاوضات أكد على أن إدارة بايدن تعمل في هذا الإطار وأعتقد بأن إدارة بايدن تريد أن تتوج نهاية هذا العام أو بداية العام القادم بإنجاز غير مسبوق يتمثل في تطبيع المملكة العربية السعودية وعلاقاتها مع إسرائيل أتكلم على هذا أكد بأن المفاوضات لم تتوقف رهي جارية وراء كل يوم يمر إلا ويقترب أكثر من التطبيع الأمر الآخر أكد بأن قضية فلسطين مهمة معناها إذا حدث تطبيع سعودي فلن يكون أبدا على حساب الفلسطينيين بل أنه يريد أنه يقلل من معاناة وأعتقد بأن السعودية من الدول التي تريد حل الدولتين المبادرة العربية أصلا لتحدث عليها الناس الكل ويأيدوها ونحن مع المبادرة العربية ويقول فيها تبون هي مبادرة السعودية قدمها الملك عبد الله رحمة الله عليه عندما كان أنا ذاك ولي العهد وكان الملك فهد أعتقد في 2002 في قمة بيروت قدم المبادرة العربية هذه المبادرة العربية تتحدث على حل الدولتين السلام في المنطقة تطبيع العلاقات حق الفلسطينيين يكون عندهم دولة في حدود السبع وستين وعاصمتها القدس الشرقية ودولة أخرى إسرائيلية يكون تعايش فيما بينهم والدول بعد ذلك الدرالقة لكن على ما يبدو أنا في تقديري أن هذه المبادرة السعودية الآن راهي في يد محمد بن سلمان ومحمد بن سلمان يريد الخروج بمشروع جديد هذه المبادرة عندها الآن أكثر من عشرين عام وأعتقد بأنها لم تحقق شيئا وتعرضت للرفض من بعض الأطراف وخاصة الإسرائيل وعليها حقيقة الإجماع عربي ولكن التغيرات الدولية التي حدثت والتغير الذي يصل حدث في العالم أعتقد بأنه خلت الأمير محمد بن سلمان الذي أصلا يريد حدث تغيير كبير في المملكة العربية السعودية يريد تغيير بصماته في المنطقة وبصماته أيضا على مستوى الكثير من القضايا ومنها قضية فلسطين أعتقد بأنه هو كان صريح بأنه كل يوم ما قال شرح نطبع غدا ولكن كل يوم نرانا نقترب نقترب أكثر ترى هل الأمور ستقترب بسرعة هل نصل إلى النتيجة هذا الأمر لكن شيء لأكده أن إدارة بايدن ستسعى في إطار التتويج بهذا الأمر مع بين السعودية وإسرائيل لو تنجح في إدارة بايدن أعتقد بأنه بايدن إذا ترشح إلى عهد رئاسية ثانية سيكون هذا الإنجاز أهم شيء يتقدم به إلى الأمريكان إذا نجح في هذا الأمر ولكن هذا يقتضي أنه السعودية كم من مرة وزير الخارجية أنها أكدت على أنها ما زالت مع مبادرة العربية لكن لا أستبعد أنه إذا تم طبخ شيء ما يكون في حقوق الفلسطينيين وحق الدولة عن طريقة معينة أعتقد بأنه في هذه الحالة ستكون مبادرة جديدة اسمها مبادرة محمد بن سلمان لحل هذه القضية هذه لا أستبعدها أنا لا أتكلم بالمنطلق معطيان ولكن الأمور رهي تتسارع شوفوا فيهما جريدة أمريكية ها هي أمامكم هذه الجريدة الأمريكية ها هي تتحدث وهي بلومبير ها هي تحدثت على قل لك بأن الولايات المتحدة راهي تدرس معاهدتي دفاع مزدوجتين لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية وقال لك أيضا أن الولايات المتحدة تدرس صفقات أمنية مع إسرائيل والسعودية وأيضا اتفاق التطبيع سيمنح بايدا فوزا دبلوماسيا كبيرا هذه يعني من أكبر الصحف الأمريكية راهي قالت هذا الكلام هذا اليوم كثير من التحليلات تتحدث بأن السعودية راهي بسدد رايحة للتطبيع هكذا تقول كثير من التحليلات ولكن على حسب معرفتي للمملكة وسياستها عبر عقود وسياسة الأمير محمد بن سلمان لا أعتقد بأنه يصل للتطبيع العادي أن ينطبع العلاقات ككل الدول الأخرى من دون إحداث بصمة معينة وهذه البصمة ستكون في مسألة الملف في الفلسطين هذا هو في تقديري إذا كان هذه البصمة ترفضها إسرائيل أستبعد بأن السعودية تصل للتطبيع لكن إذا أحدثت هذه البصمة في ظل هذه السياسة الجديدة التي يقودها محمد بن سلمان في إطار تخفيف التوتر من خلال ما قام به مع إيران من خلال محاولاته في الملف السوري في بعض الملفات أيضا فيما يخص أوكرانيا في محاولات لعب دور في ملف أوكرانيا السعودية تحاول تلعب سياسة تخفيف حدة التوتر وأيضا إحداث نقلة نوعية للعالم من أجل أن يتجاوز مسألة هذه الحروب وهذه الصراعات أعتقد بأن هذا الكلام راه واضح السعودية قال لك أنا كل يوم نقترب نقترب بين ماذا؟ لأن السعودية ليس حلمها التطبيع ليس نكونوا واضحين ولا السعودية همها التطبيع ولا السعودية راهي في وضع ضعف تحتاج إلى التطبيع مثلا أو أنها تريد أن تزين سياستها بالتطبيع لا السعودية دولة محورية دولة لديها ثقلها الاستراتيجي دولة في مجموعة العشرين من أغنى دول العالم وهي الآن راح تدخل في البريكس ورحب بها محمد بن سلمان في حواره هذا يعني كل المعطيات ذات الثقل الاستراتيجي والسعودية أيضا تعتبر رأس الحربة في العالم الإسلامي وفي العالم العربي ولديها أهميتها الاستراتيجية على كل المحاوة لذلك السعودية ليس هدفها في حد ذاته التطبيع ولا أن الدول الأخرى أيضا في حد ذاتها التطبيع هو هدفها لا كل دولة استعملت التطبيع من أجل تحقيق مكاسب أخرى دبلوماسية واقتصادية وعندها ملفات تخصها عندها مصالح تخصها هذه كلها التطبيع لم يكن هدف بحد ذاته عند أي دولة من الدول العربية باش نكون واضحية لكن تختلف الدرجات بالنسبة للسعودية لا تريد أن يكون تطبيعها لوحدة سعودية دائما في القضايا الدبلوماسية تتصرف عندما تتكلم عن الدبلوماسية فهي تتصرف كمحور وكرأس الحربة بل أنه دائما الكثير يرون الرياض هي عاصمة القرار العربي لذلك عندما تتخذ قرارات على مستويات دبلوماسية تراعي دائما المصالح المشتركة مع الدول العربية والإسلامية وأيضا عندها جانب آخر كدولة مصالحها كدولة ولذلك أعتقد الدولة الوحيدة اللي عندها محورين في دبلوماسيتها محور الدولة ومصالح الدولة ومحور الدعوة وإن صح التعبير أو الأمة في دبلوماسية لذلك أنا أرى بأن التطبيع ليس الهدف في حد ذاته السعودية عندها مشاريع كبيرة عندها رؤية رأي ينفذ فيها الأمير محمد بن سلمان ولا أعتقد بأنه واضع الهدف هو التطبيع بل أن التطبيع هو أحد المرتكزات في مشروع كبير يأخذ بعين الاعتبار دولة الفلسطينية ودولة للفلسطينيين وحقوق الفلسطينيين المشروعة والتاريخية وأعتقد أنه حتى هذا الأمر موجود المغرب عنده علاقات قبله ولكن طبع العلاقات الدبلوماسية وعمره لا قال راني تنزلت على حق الفلسطينيين ولا توجد دولة دارت علاقات مع إسرائيل قال ترى نتنزلت على حق الفلسطينيين هناك دول رأت بأن العلاقات هي الأفضل في محاولة تحقيق بعض المكاسب وهناك دول ترفض العلاقات في إطار دبلوماسي في إطار سياسي في إطار شعبوي أكثر خاصة مثل الجزائر هدفها شعبوي لكن السؤال الذي يطرح نفسه السعودية شريك استراتيجي للنظام الجزائري والدولة الجزائرية وترى هل سيكون موقفها غدوة إذا طبعت السعودية علاقاتها هل يعادوها هل يديروا معها مثل ما داروا مع المغرب وإن كانت السعودية أنا قلت لكم وشرحت لكم كيف تنظر إلى التطبيع حتى نؤكد على أنه ما هي مزايدات ولا هي تطبير ولا هي تزمير هذا فهمي للسياسة السعودية على مدار عقود وأنا أتردد وعلى مداره وأنا أتابع وأيضا على مدار سنوات أكثر من عقد هنا الزمن وأنا أتردد على المملكة العربية السعودية وأعرف الكثير من رجالاتها وأفهمها من داخلها أكثر من كثير من الناس الذين يتابعون الأمر من بعيد لكن ترى هل الجزائر ستتعامل مع السعودية خاصة إذا السعودية استبعدتها من هذه الحكاية أصلا ولا تعطي لها أهمية ولاحظنا هذا في القمة العربية كيفاش الجزائر يعني عملوها على قد حجمها في السياة السعودية لا تحتقر الدول العربية للأمانة تعاملها وتتعامل بدون أن تتدخل في شؤونها الداخلية وتتعامل مع نظامها القائم ولا تعمل أصلا على تغيير الأنظمة تخلي هذا شأن داخلي هكذا يقول لي الكثير من السعوديين اللي عرفتهم خلال هذه الفطرة اللي أنا عندي أتردد فيها على المملكة العربية السعودية لكن ترى هل الجزائر هذه تفعل هذا لذلك أرى أنه على النظام الجزائري وعلى الجزائرين أنه توقفوا شوية من المبالغة في هذه منهضة التطبيع توقفوا شوي تريثوا شوي ما أقول لكم تراجع عن مبادئكم ولا بيعوا وقضية فلسطين في أسواق النخاسة والنجاسة الدولية لا لا أبدا هذا حق مشروع وقضية عادلة نبقى ندافع عنها وكل الدول العربية تدافع عنها وبطرق مختلفة حتى الفلسطينيين أنفسهم رهم مختلفين هناك اللي انطبع محمود عباس يرى أنه عبر التطبيع حق الدولة وهناك من يقاوم يرى بأن المقاومة هي الحل لتحقيق الدولة هما أنفسهم مختلفين فضلا عن دول العربية من خارج الدائرة دائرة القضية والمعنيين المباشرين بهذه القضية التي تعني الفلسطينيين أولا وقبل كل شيء ثم تهمنا كقضية مركزية في العالم العربي والإسلام لذلك النظام لما طبعت الإمارات جاء تبون أن ذاكو اقترح واحدة للكلمة غير مدروسة في هرولة للتطبيع في هرولة للتطبيع ومما اعتبر في بعض الدوائر الدبلوماسية الإماراتية أنها نوع من الإساءة ورفعوا من سقف معادات المطبعين والتطبيع بعد العلاقات متع المغرب رغم أن المغرب عنده علاقات قديمة وكلنا نذكر بوتفليقة عندما صافحوا وعانق يهود براك معانقة تاريخية ومعروفة في جنازة الحسن الثاني راهم مات بوتفليقة ومات الحسن الثاني رحمهم والله جميعا وهذا المشهد راكم كل شاهدته عبر الأنترنات وكذا وكذا لذلك هذا العداء اللي بسبب المغرب راه راح يتسبب هستيريا إلى جزائر أعتقد بأنه إذا حدث اتفاق ياسيدي غدوة السعودية تنجح في خلق مبادرة بالاتفاق مع الأمريكان هذه المبادرة تكون فيها دولة لفلسطين معترف بها في الأمم المتحدة في حدود معينة وتكون عبر مراحل هذا الأمر يمكن يأتي عبر المراحل وشرح الدير الجزائر ويوافق عليها الدول العربية وتوافق عليها الجامعة العربية وكذا تبقى الجزائر خارج السرب يعني أنا تمنيت الجزائر أنها تتعامل بتوازل وعقلانية في هذه المسألة لأني أرى العالم يتجه نحو تحويل إسرائيل إلى دولة عندها علاقات مع الجميع في الشرق الأوسط زرعوها بطرق غير مشروعة أعطاولها شرعية دولية أرواح أنت أنحيها وأنت تلهث عبر هذه الشرعية الدولية لتصنع كيان جديد في المنطقة المغاربة أعتقد بأنه هذا الأمر راه يخلي الجزائر شوية تراجع أوراقها ولا تندفع كثير يعني بالله علي تسب في تطبيع المغرب وأنت صديقك محمود عباس رأس المطبعية تهاجم في المغرب على أساس أنه عنده علاقات مع إسرائيل وأنت عندك علاقات مع مصر عندك علاقات مع الأردن عندك علاقات مع تركيا عندك علاقات مع مع الدول كلها اللي عندها علاقات مع إسرائيل مع روسيا هجرة اليهود السوفيات كانوا لبناء الأساسية في بناء الدولة أو صناعة الكيان الإسرائيلي اللي أصبح دولة أيضا عندك علاقات قوية مع جنوب إفريقيا واليهود انتع جنوب إفريقيا ورها يعني على الأقل خلي نوع من التوازن عندك مشكل مع المغرب ما تحاولش تبرره بطريقة شعبوية أن هذا العداء يعود بسبب علاقاته مع إسرائيل لا لا علاقات إسرائيل ولا بطيق عداءكم للمغرب منذ الـ 62 منذ أنقلاب جيش الحدود على الحكومة المؤقتة والكلونتا وجدة هذو كاللي كانوا عايشين في وجدة جاءوا ديراكتو بدوا يزعوا في الكراهية تجاه المغرب همن ثم بدأت الحكاية لا إسرائيل ولا بطيق هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة تصريحات محمد بن سلمان رهي واضحة يا جماع واضحة بأن هناك مفاوضات وأنهم كل يوم يمر يقتربوا وأن فلسطين مهمة لهم وأنه طمأن بأنه في هذا الطريق التطبيع رهي قضية فلسطين ما شنا متخليين عليها مات سيصل هذا الأمر غدا بعد غدا لا ندري ولكن أنا الذي أراه أن أمريكا وبايدن إدارة بايدن تحرص على تحقيق هذا الإنجاز الذي سيكون غير مسبوخ ويقلب الدبلوماسية والمنطقة رأسا على العقب في قضية التعامل مع إسرائيل وسيفتح البوابة على كل الدول العربية ستتسابق جميعا على تطبيع العلاقات واذكروا مليح هذا الكلام تونس ستطبع ليبيا ستطبع موريطانيا ستطبع ما يبقى حتى شيء ستبقى جزائر وحدها ويبقى أمامها خيارين إما تطبع أو تصبح دبلة ماريقة في الجامعة العربية هذا اللي رح نصلول أما أنها تعادي المغرب بسبب التطبيع وفي نفس الوقت ما تقدرش تقول كلمة حتى كلمة للسعودية إذا طبعت ولا الإمارات اللي مطبعة وعندها معها علاقات حتى أنا ذكرت بعض الدول ونسيت الإمارات البحرين راه يمطبعة وديرين هذه الاتفاقية إبراهام ولا اتفاقية إبراهيم واللي ماشي وراه يتفرض أنا أقول لكم النظام الجزائري يجب أن يفهم شيء شوف العالم راه سير أمريكا لا الصين ولا روسيا صدقوني كلهم يقومون بأدوار حسب المتاح لهم أمريكية أمريكا عندما تتوجه وتريد تطبيع العالم مع إسرائيل ستجبرهم جميعا على التطبيع بطرق مختلفة هناك اللي تجبروا بالضغط وهناك اللي تتفق معاه كما السعودية خاصة الآن في زمن محمد بن سلمان ما هيش الدولة اللي تسيرها أمريكا أو تفرض عليها الأمر بالضغط أبدا ضغطوا عليهم في قضية جمال خاشقجي وخرجوا من المولد بلا حمص وصبحت صبحت الأمور الآن بعد ذلك أصبحوا بايدن بحد ذاته ينشد في ود السعودية بعدما هددهم وقابلهم ترام هدد السعوديين وقالوا ندير وندير وندير وكانت أول زيارة له من واشنطن إلى الرياض هذه اللي لازم نفهم وكاين دول رايحة ثقيلة ما تجيبها بالضغط تجيبها بالاتفاقيات الاستراتيجية مثل السعودية وكاين دول تمشي بالمهماس والجزائر رايحة دولة ضعيفة على كل المستويات غدوة إذا كان ريقلوا أمورهم كل على مخطط معين والجزائر رايحة تغرد خارج السرب يحرشوا عليها جريدة وحدة أمريكية تهتملك بفضائح عائلة شنغريح وعائلة تبون وعائلات الجينيرالية لا تهتم والله يتخليهم من دعاة المطبعين تبوني روحي بوس نتنياهو على جباته وهذا الذي سترونه رأي العين ما تغركم هذه الشعارات النظام الجزائري كان يوماً لا يؤمن بدولة إسرائيل يراها كيان وأصبح يؤمن بحل الدولتين وبعد ذلك سيصبح من المطبعين أو المباركين أو الساكتين أو المؤجلين للتطبيع إلى حين آخر بالتدرج يعني أنت تروح شعبك تحاول تغذي فيه روح الكراهية لدرجة كبيرة غدوة تلقى نفسك مجبر على سياسة معينة تلقى نفسك محل غضب من طرف شعبك هذه الحقيقة أنت تروح تزرع الكراهية تجاه المغرب تحرض وسائل الإعلام وتصل إلى منتهى النذالة والسفالة في الخصومة تفجر إلى منتهى الفجوك في الخصومة مع المغرب بعد ذلك غدوة تجبر من طرف جهة معينة على أنك ضرورة معالجة هذا الملف تلقى نفسك في وضع لا تحسد عليه نفس القضية وضعت كل بيضك في حضن البوليزاريو غدوة تفرض عليك المنظومة الدولية أنك تراجع كثير من الأوراق وربما يصل الأمر عن طريق الضغط بإدراج البوليزاريو في قائمة الإرهال تلقى نفسك يعني من غير هدوم أمام شعبه والنظام راه عنده خطة كل ما يحصل يدير انخلاب على الرئيس ويشعل الدنيا وينحي الرئيس ويغير السياسات لكن في مثل هذه القضايا راهي ورطة كبيرة للنظام الجزائري وساطرون العجب العجاب في ظل هذا الأمر إذا لم يراجع النظام خطاباته يبتعد عن هذا الأسلوب الظاهرة الشعبوية اللي اتورط الدولة الجزائرية واتورط المجتمع الجزائري واتورط المنطقة برمتها في أمور لا طائلة منها لا طائلة منها أنت عندك موقف معين تقول لا نديرش علاقات إلا بيحل الدولة خلاص لا داعي للكراهية تبون يطلع في تلفزيون الجزائري تحدث عن الكيان الغاصب والصهيونية وكذا وكذا في وسائل إعلام وكي روح المجتمع الدولي يقول حل الدولتين هذه الإزدواجية المقيتة وهذا النفاق الذي بلغ منتهى الشقاق وسوء الأخلاق هي راح يذر بمصالح النظام ويذر بمصالح الدولة الجزائرية ويذر بمصالح المنطقة وانتظروا ونحن معكم من المنتظرين واذكروا كلالي جيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر